السعودية ليست بلداً صحراوياً كما هي الصورة النمطية لمن لم يسبق لهم زيارتها فالزراعة منذ القدم تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد واليوم هي رافض مهم من روافض الأمن الغذائي فضمن الاستراتيجية السعودية للزراعة لرؤية 2030 وتحسين الانتاجية الزراعية لزيادة الكفاءة وتحقيق مستهدفات الانتاج المحلي مع ضمان الاستدامة المحاصيل الزراعية متنوعة بالمملكة وتعتمد على مقاومة المنطقة التي يتم الزراعة فيها فمثلاً هنا في العلا شمال غرب السعودية تحتفي المنطقة سنوياً بزراعة الحمضيات بشكل أساسي فالمياه العذبة متوفرة في واحة العلا ما يسمح بنمو أجار الحمضيات في الوادي ويبلغ عددها 200 ألف شجرة كما شهدت العلا ولادة شجرة ثمرة الترنج وهي نوع هجين من الليمون والبوملي تشبه إلى حد كبير في مظهرها ثمار الليمون وتعتبر أقدم فواكه الحمضيات محصول العنب مشاهدين يعتبر واحد من أكثر المحاصيل زراعة داخل السعودية وتعد القصيم من أهم المناطق لاعتدال مناخها وتمتعها بتربة صالحة للزراعة إضافة إلا أنه يزرع أيضاً في كل من الطائف والمدينة المنورة ومن أهم المحاصيل كذلك في القصيم هو القمح حيث يتم تصدير بعض منه إلى الخارج بالإضافة إلى البطاطس التي تشتهر المنطقة بزراعتها ولكنها منتشرة أيضاً في جميع مناطق السعودية فالآن يتم زراعة ما يقرب من 14 ألف هكتار ونصف الهكتار منها أما الباحة جنوب غرب السعودية فتعرف بإنتاج أنواع عديدة من الثمار منها الرمان والتين والمشمش والخوخ والجوافة والتفاح ومن حيث الحبوب الزراعية تشتهر الباحة أيضاً بالقمح والشعير والدخن ونذهب الآن إلى السودة بمنطقة عسير حيث تنجح زراعة الفرولة فيها لأجوائها الباردة ويبلغ عدد مزارع الفرولة في المنطقة حتى الآن حوالي 40 مزرعة نتوجه الآن إلى أقصى الجنوب الغربي من السعودية وتحديداً إلى جازان حيث زرعت ملكة الفاكهة الاستوائية المانغو بشكل رسمي منذ عام 1982 وأصبحت تنتج 40 نوعاً من المانغو منها 24 صنفاً مشهوراً أبرزها اللانغرا والجلن وفي المنطقة ذاتها وتحديداً في مرتفعتها الجبلية هناك حوالي 100 ألف شجرة بن متواجدة في أكثر من 800 مزرعة بإنتاج سنوي يبلغ 500 طن تشتهر المنطقة بزراعة البن الخلاني الذي يمتاز بالجودة عن بقية الأنواع مع سعي السعودية لجعل منطقة جازان مصدراً مهماً لإنتاج البن وتحقيق أيضاً الاكتفاء الذاتي منه وتصدير الفائضة عالمياً دعم للاكتصاد الوطني وفق رؤية 2030 إلى الجوف شمال السعودية فوفرة المياه الجوفية يعكس جوزة ووفرة منتجاتها الزراعية إلى جانب عامل الطقس فشدة برودتها في الشتاء يعمل على تعزيز إنتاج الزيتون حيث يقدر وجود أكثر من 17 مليون شجرة زيتون للاستفادة من ثمارها وزيتها ونذهب الآن لاستكمال النشرة معنا شكراً رشاة يعطيك العافية معلومات قيمة ووفرة وأحياناً الشخص لما نشوفها المعلومات وتفاجأنا من كلمة طبعاً تفاجأ أكيد بالضبط سنجزينا يا رشاة يعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر